المم صحيح لقيت هاوش فرح تشوفه شل القصة يعني لقيت محمد شخصية مختلفة تماما محمد ايش القصة شلي حصل بدون ذاك الأسماء ايه بدون اكيد بدون ذاك الأسماء العلم يطوي العمر كنت في فقرة المطبخ عنده أخوي عبد الله فهي على حسب الطبخة ايه انا عارف هطبخ اللهم اكل الحمد حلو فطبختي فرق انا الطبخة هلا اللي تضدي استغربت من تقييم الاعداد معطيني خمسة غريبة خمسة و انا يعني كنظافة انظف كتمسيح كأمور فهيوم طلعت اللي مستقبلني بسيب الغرف يقول له و حتى لو فزتها الالف ما تدخل برصيدك و مدري كيف و اتفلت هذا معد معديه و انا استغرب ليش يعني وش فصار بيني و بينهم شادة بيني و بينه و راحت بخيرها و شرها فهذه من الاسباب اللي انا دابلة سبدي لا انت جيتني في المكتب يا محمد و بنت لي عبد الله انا معدني بكمل صح انا بمشي انا مدري ايش صح الى الحين انا ترى ما دي بشسب ترى من قبل ما هو ثورة غضب يعني لا رحت شفت يوم شفت الموضوع كذا رحت بحث في خصم صلوات في خصم فواصل في حاجات اشتغربتها يعني ليش كل شوي براينك شوي فكت شفت انها من الشخص الله يسامحه اوه يعني كلا انك تقول لي محمد انه هذا الشخص مستقصد محمد نعم نعم و ظلمت من خلاله نعم فالله يسامحه انا مسامحه الوجه الله انا ظلمت البرنامج محمد من خلال هالشخص لا ظلم لا ظلم ما ظلمت بس اذا كيف يخصم عليك و انت من تسلم يا سلام الرجال انا يومني انا ما عارفه ولا بينه وبينه شيء